لقي عدد من عناصر الميليشيات الحثية مصرعهم وجرح آخرون وسط فرار جماعي للناجين من ضربات أبطال القوات المشتركة أثناء حباط عملية تسلل شرق الجاح بمحافظة الحديدة وأفد مصدر عسكري أن الميليشيات الحثية دفعت من مزارع الحسينية مجموعة قتالية تطلق عليها كتائب الموت لمواجهة الوحدات المرابطة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وانتهت بالفشل الذريع وخسائر فادحة وأوضح المصدر أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار عناصر الميليشيات التابعة لإيران وسرعان ما تعاملت معها مدفعية القوات المشتركة بنجاح وتلقت الميليشيات الحثية صفعات موجعة خلال الشهر الجاري في مختلف قطاعات جبهة الساحل الغربي حيث أهلكت القوات المشتركة مجموعات قتالية جديدة استقدمتها الميليشيات من محافظات عدة في سياق تصعيد ممنهج انتهى بالفشل الذريع